واروح لي المهندس هنا بريدة وما نقدرش نقول انه فاز بالتسكية الخبر الصحيح تقول يقترب من الفوز بالتسكية لانه لازم اجتماع جامعية عامية يوم 10 من ديسمبر وهذه الجامعية 25% منها على الاقل يصوتوا لصالح هذه القائمة يبقوا اعضاء مجلس ادارة في الاول بس كده ايه ليه كلمتين مهمين انه بدأت اشوف بعضا من السادة الافاضل اللي موجودين في القائمة بيدلوا بتصريحات تليفزيونية انت حضرك لسه مالكش صفة خالص اي حد موجود في القائمة دي مع احترامي لهم جميعا مالكش اي صفة ولا يوم 10 ديسمبر حتى لما جامعهم ما تختارك يبقى لك صفة انت اول ما اللجنة الالومبية تصدق على هذا الاختيار تبقى اصبحت عيضه في اتحاد الكورة ولما اتحاد الكورة يجتمع تبقى خلاص هنا بدأت تمارس عملك كعيده مجلس ادارة لاتحاد المصر كورة القدم فكل الافاضل المحترمين اللي موجودين في المجلس حتى هذه اللحظة ولا واحد منهم عيده مجلس ادارة اعضاء مجلس ادارة هو الاتحاد القائم برئاسة السيد جمال علام ومجلس ادارته الموقر عشان بس تبقى قصة واضحة ده نمرة واحد نمرة اتنين مهندس هاني يا بريدة النهاردة قال ان ان شيلة تقيلة واضعولي واتكلم على انه الناس بتصق فيه عشان كده محدش تقدم امامه وده بيؤكد كلامي اللي انا قلته من كام يوم واللي كابتن مجدى عبدالغاني كان زعلان جدا مني انه هو اعلن ترشحه وسألته على القائمة فقال لي اسماء قلت له يا كابتن مجدى الاسماء دي محدش فيه محدش فيه محدش تقدم خالص على الاطلاق يعني فغضب جدا من كلامي وكان كلامي هو الصح ان محدش تقدم لكن معلش مفيش مشكلة في هذا الامر مهندس هاني قائمتك تقترب من الفوز ومن الاعلان عن توليها المهمة لفترة قد تكون اربع سنوات ولما بقول قد بحط تحت قد خمسمية خط لانه مش لازم مدتك تكون اربع سنوات وتكملها ممكن تكملها ونقول لك مليون بوسة وممكن وانت شغال نقول لك حرام كفاية شوان ثاني للمرة الالف ونحكلم في الموضوع دي كتير جدا اذا ادحاد الكورة مشي بالنظام على قديمه يبقى عليه العوض ومنه العوض اذا اتحاد الكورة مشي بالمجموعات اللي كانت مش عارف ده بيتدخل هنا ودي بتتدخل هنا وقصص وحواديت وحكايات يبقى عليه العوض ومنه العوض اذا اتحاد الكورة بدأ بداية جادة بمنهج عمل جاد ببرنامج جاد بامور واضحة للجميع بسياسة واضحة للجميع بلجان بتعمل لصالح الاتحاد في الشمس وخلي بال حضراتكم من كلمة الشمس دي حطوا تحتها ميت خط لانه الان الان وانا بكلمكم فيه ناس بدأوا يقولون احنا اللي بندير واحنا اللي بنعمل وهو عنت يا بنتي انا اللي مسؤول عن ده وهو عنت يا ابني انا اللي مسؤول عن ده واحنا خلاص واحنا القصة واحنا الحدوتة واحنا المقربين من المهندس هاني واحنا معنا كل الصلاحيات عشان نشتغل انا بقول كلام انا مسؤول عنه وهذا الكلام جرى الحوار بيني وبين المهندس انا بريده فيه فيا باش مهندس هاني من فضل حضرتك حاجه لك الكلام ده صبح ودور وليل اذا الامر مشي زي زمان كل سنة وحضرتك طيب مش هتفرع عن غيرك باي حاج اذا الامر مشي بالنظام ولوايح واحترام اقول لك برافو عليك يلا بينا ايدنا في ايديك واحنا في ظهرك شان ربنا يكرمك وتنجح هنشتغل شغل مجاملات كل سنة وانت طيب هنشتغل شغل لوايح وقوانين وانضباط واحترام اقول لك هايل فقدامك الطريقين الطريق ان حضرتك اربع سنوات تضع سياسة لكرة القدم المصرية نمشي عليها احنا دينا منتخب 19 في الباي باي منتخب مش عارف ايه في الباي باي منتخب الصلاة في الباي باي منتخب الشاطئ في الباي باي منتخب النشئين كله في الباي باي بطول الدوري مش عارفين نعملها يعني كالترخير الناس اللي اتدخلت لانقاذ ما يمكن انقاذه السنة دي عشان نقدر نعمل دوري كويس وربنا يسترع دوري السنة الجاية اللي المفروض حيبقى فرد حيبقى 19 نادي مش عارف هتعملوها ازاي فعندك شغل كتير مش محتاج اي مجملات مش محتاج فلان تعالى يا حبيبي انت حبيب قلبي تعالى خد بس ما تقولش تعالي تعالي خدي بس ما تقوليش ما ينفعش ما ينفعش احنا عايزين نساعد عايزين نساند عايزين نقدر نعمل حاجة كويسة عشان انتوا اخر امل لكرة القدم المصرية مش عايزة تغرر ان انا الحمد لله احنا المنتخب الاول هو اللي مسك نفسه ربنا يباريك له حسام حسن والمجموع اللي معاه شغالين كويس وفصلين نفسه عن كل حاجة والدنيا ماشى بشكل كويس ربنا يباريك له اشتغلوا بقى ويكملوا على خير حتى لو معاهم بتقولي موريتانيا وهو موريتانيا دي كسبانا الجزائر وغنيا بيساوا كسبانا مش عارف مين ومش عارف المغرب خارج من مين واحنا نفسنا الرأس الاخضر بالاحتلات كانوا هيكسبونا وتعدلنا اتنين اتنين وتعدلنا مع مزنبيق اتنين اتنين واخسرنا بتكونوا بضربات الترجيح فما تعدش تقولي صغير وكبير انت 13 بنت من 5 مباريات متصدر الحمد لله مرتاح وبتجرب لعيبة كتير وحوالي 10-11 لعيب ما كانوش يحلاموا انهم بقوا دولين بقوا دوليين مع الكابتن حسام حاسم فالدنيا ماشى بشكل كويس خليهم يشتغلوا وربنا سهلهم يا رب في طريقهم ان شاء الله لكن انا بتكلم على سياسات الاتحاد الشغل اللي مستخبي مصيبة الشغل اللي في النور منحة من ربنا سبحانه وتعالى فخلي الشغل في النور واحد زعلانه غضان اصل رشح لك مين تاخد معاه في القايمة وانت مخدتوش فهو زعلان منك ومخصمك انا نغني اغنية شادية مخصمني بقاله مدة وفي ليلة الشوق نداني كلمت اسمعت حس وقفلت السكة تاني ده ما اصحاب برا لكن في الشغل ما فيوش كده الشغل فيه الاكفأ فيه الافضل فيه الاحسن فيه النظافة وحط تحت كلمة النظافة دي الف خط عشان نعرف نشتغل الفترة اللي جاية وعشان الاتحاد يشتغل الفترة اللي جاية بإذن الله طيب